اشتركوا في القناة القمر راح يكون موجود بين العقرب والقوس يعني راح يكون في العقرب وبعدين ينتقل للقوس راح يكون في منزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط اما بالنسبة لزوايا الفلكية خلال هذا اليوم فهي زوايا كثيرة عشان هيك يبدأ شوية تركيز عشان هيك التوقعات الشوي اليوم راح تكون فيها شوية خربطة بالنسبة للزاوية الاولى زاوية التثليث ايجابية راح تكون بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم من يعملون في مجالات ذات صلة بالمجالات الفنية زي الفن والديكور والتجميل اما الزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء يعني برضو بعد الحلقة بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديث ايجابية راح تكون بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة احداش ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر من اي او في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديس ايجابية راح تكون بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار يعني خلو المسار راح يكون او راح يبدأ ساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة سبعة وخمستعشر دقيقة صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعدها مباشرة يعني ساعة سبعة وخمستعشر دقيقة بكون القمر استقر في القوس عشان هيك بتكون الفترة هاي علينا جميعنا انه منشعر بابتهاج ومنجد الناس اكثر مرح ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاولنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كمان من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرات بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اما بعديها مباشرة فبتصير اول زاوية رح تتشكل بين القمر رح تكون زاوية التزديس ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 10 و 26 دقيقة ظهرا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية هاي طبعا زي ما حكينا انه ساعة 10 و 26 دقيقة ظهرا وهي اخر زاوية رح تكون خلال هذا النهار بالنسبة للقمر رح يكون موجود بالقوس خلال خلو المسار القادم رح يكون يوم 10 و 5 رح يكون في تمام الساعة 6 و 10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 و 38 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجدي اما بالنسبة لعمر القمر القمر طبعا اكتمل يوم امس فعشان هيك اليوم صار انحسار المكتمل بدر 16 يوم في تمام الساعة 45 دقيقة مساء بصير 17 يوم نسبة الاضاءة 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة مزاجها ممتزج القمر في العقرب والقوس حتى عشر خمسة وشفنا اغلب الزوايا كلها سعيدة معناته القمر سعيد عطارد في الثور حتى يوم 11 خمسة مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمسة بعدين تبدأ عملية التراجع مزاجها سعيد المريخ في الدلو حتى يوم 13 خمسة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى يوم 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى يوم 11 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى يوم 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم راح تتغير الامور كل الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة لانه القمر موجود في البيت الثامن لغاية ساعة الصباح وبعدين بدو ينتقل من بيت الاموال المشتركة لبيتك التاسع وبيت التاسع معروف انه هو افضل اتصال بيكون ما بين الحمل وما بين القوس فعشان هيك اليوم من الايام المميزة تعتبر اليوم الحمل اللي هي اليوم وبكرة لغاية انتقاله لبرج الجدي فحاولوا انكوا تستغلوا كل الامور الايجابية في هذا اليوم وحاولوا انكوا تشحنوا حالكوا بطاقة قوية جدا وحاولوا انكوا تنجزوا كل اعمالكوا وتستغلوا الفترة هاي بكاملها طبعا من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وبتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك يا نجاح او حظ في حياتك العاطفية يا اما في العائلية اما بالنسبة للبيت الاول فمن ساعات الصباح بتنشحن بطاقة عالية جدا بتصير نشيط عندك رغبة بانك تحدث بعض التغييرات على نفسك يعني يوم ايجابي بالكامل على العمل النفسي ما تسمح لاي شي عكر مزاجك اما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى الامور المالية برضو رح يكون ممتاز بيدعمك على بعض المسائل المالية فممكن اليوم تحصل على فلوس من عمل اضافي او تسترد بعض الاموال اللي اليك او تحصل راتب للك كان الو فترة صعب انك تحصله اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا برضو بيدعمك على مستوى الاتصالات والحركة والنشاط وعندك قدرة كاملة على الاقناع وفي منكم اللي عنده امتحان برضو رح ينجز بشكل جيد في منكم اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدع في هذا اليوم وممكن يتكثر عندك التنقلات اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى بيت البيت يعني شوي بدك تدير بالك من عصبية او تتدمر من مسألة معينة او صير في اختلاف بوجهات النظر ما بينك وبين احد افراد العائلة بدك تمسك حالك اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي جيد جدا بيدعمك اليوم لتتقرب من احبائك وفي منكم ممكن اليوم يعني يصير فيه نوع من انواع المصالحة ما بينه بين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى بيت العمل يعني بدك تدير بالك انه اليوم ممكن تقصر في بعض الاعمال او تتراكم عندك الاعمال فتنجز المهم منها والباقي يتراكم عليك او ممكن انك تعمل يعني عمل لساعات طويلة اما بالنسبة للوضع الصحي فاليوم احسن بكثير اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي جيد جدا بيدعمك بقوة وممكن اليوم برضو يصير فيه نوع من انواع التقارب او التفاهم ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فكما ذكرناها في بداية التوقعات فهي ممتازة جدا اما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيدعمك على مستوى السمعة وبرضو الاشخاص اللي بيعملوا على مستوى الشركات الكبيرة او المؤسسات الكبيرة اليوم رح ينجزوا اعمال كان صعب انهم ينجزوها بالفترة الماضية وممكن يستعينوا ببعض الخبرات او تعاون ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يصير فيه نوع من انواع الاتصال او التوافق ما بينك وبين صديق او تقارب في وجهة النظر او تلاقي او يصحلك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ممتاز جدا برضو بدعمك بقوة فعشان هيك اليوم تقدر تنجز بعض الاعمال المهمة في منك رح يهتم بشؤون صحية زي تجميلية او اهتمام بمكمل غذائي او تراقب غذائك او حتى انه انت كنت تعاني من تعب مثلا زي اللي عندهم امراض سكري اليوم مثلا بيقدروا انهم ينظموا السكري عندهم بشكل ممتاز جدا برج الثور طبعا اليوم يعني هاي تعتبر هي اخر الفترات الصعبة بعدها يعني يوم عشر شهر القمر بيكون انتقل للجدي او فترة انتقال القمر للجدي هي افضل الفترات بتكون لك خلال هذا الشهر فعشان هيك الفترة هاي بدك تتحملها فيها شوي الضغوطات عليك ولكن بدك تصبر وخصوصا اللي سألوا عن السفر بالنسبة لموليد الثور لما يوصل القمر للجدي بتكون افضل فترة للسفر واحنا حكينا في بداية التوقعات انه يوم عشر شهر القمر بيكون انتقل للجدي فبتقدروا تسافروا يوم عشر و11 الشهر بينصب اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بالشركاء لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشغلوا في اعداد الضبط او اموركم المالية المشتركة سارع في تهديد الاجواء هاي فترة مناسب الاطلاع على رأي الغير ممكن تتلقى مساعدة او تعاطف عليك انك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي اما بالنسبة للبيت الاول فالامور اليوم احسن نفسيا يعني مشحون بطاقة اكبر بتكون لانه القمر تحرك من مقابلك فعشانك اليوم احسن من الفترة الماضية بتكون طاقتك ايجابية وبرضو في نفس اللحظة بما يرتاح نفسيا حتى لو حدا ايجاب يضغطك نفسيا انت ممكن تتجاوز الموضوع اما بالنسبة للبيت الثاني فعا مستوى الامور المالية برضو في فرص اليوم انك تحصل على بعض الاموال بتجيك يا من عمل اضافي يا ممكن تسترد بعض الحقوق لا اليك او ممكن انت مدين اشخاص مال اليوم تستردها اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل مع اشخاص وممكن التسويق لسلعة معينة اللي عندهم امتحان اليوم او دراسة بيبدعوا بشكل ممتاز جدا في بعضك رح يتعامل مع اخ او مع جار اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه على مستوى البيت في نوع من انواع الضغط ممكن تتوتر العلاقة ما بينك وبين احد افراد العائلة او تعصب على مسألة معينة او ينفتح نقاش قدامك فانت لما تعطي وجهة نظرك طبعا تلاقي فيه ناس بتعارضك او يتدخلوا في شغلك المنزلي في بعض الاعطال المنزلية او الاهتمامات المنزلية بتكون في منها مربك اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما على المستوى العاطفي فما فيه لا ايجابية ولا سلبية على هذا الموضوع على حسب طبيعتك بتتعامل اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه جيد يعني اليوم بتقدر تنجز بعض الاعمال المهمة عندك وفي منك رح يراقب وضعه الصحي اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو ممتاز بيدعمك في بعض المسائل بتوافق ما بينك وبين الشريك فعشان هيك يصير فيه تقابل ما بينك وفي وجهات النظر وممكن الشريك يدعمك في مسألة معينة وخصوصا الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فهم ممتازات يعني البيت السابع والبيت الثامن ممتازات البيت التاسع يعني برضو بيدعمك في مسألة ممتازة جدا اللي هي على مستوى السفر والتنقلات وبيفتح لك بعض المجالات الحلوة اللي منها برضو بكون بطمئن خاطرك فيها زي التواصل مع مؤسسات كبيرة أو مؤسسات تعليمية حتى على أوراق قانونية أو تنقلات أو أوراق سفر كلها هاي لو جهزت بالفترة هاي ممتازة جدا بتستغلها لانتقال القمر للجدي بتكون فترة سفر لا إلك ممتازة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت السمعة صحيح أنه بعد ساعات العصر ممكن يصير فيه نوع من أنواع الضغط عليك بالعمل ولكن من ساعات الصباح الأمور جيدة أنت مشحون بطاقة كبيرة جدا ممكن تتعاون مع زميل أو مع رئيسك في العمل في إنجاز بعض الأعمال المهمة وممكن تنجز أنت لحالك بعض الأعمال تكون مفاجئة لغيرك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فعلى مستوى بيت الصداقات يعني شوي الأمور ممكن يكون فيها زي الأيام الماضية فيها بعض التوترات أو العصبية أو الحدية من تصرف صديق أو محاولة صديق أنه يفرض رأيه عليك أو بحاول أنه بس يتشكوا لك بده يشكي عن المآسي اللي بمر فيها فأنت تمل من هذا الوضع أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما فعشان يك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية واهتم بوضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا النهار برج الجوزاء طبعا بالنسبة لبرج الجوزاء القمر موجود مقابلهم مباشرة فعشان هيك بتواصلوا لغاية ساعات الصباح إنجاز ما تراكم لديكم من عمل وبدكوا تنتبهوا لصحتكم لغاية ساعات الصباح لأن القمر في بيتك السادس بعدين بدوا ينتقل مقابلكم مباشرة ففي هاي الفترة بتنجحوا في التفاهم مع شركائكم موسعكم إتمام خطبة أو موضوع إلو علاقة بالزواج يعني موضوع زواج مستقبلي يعني اليوم تناقشوا توقيع عقد تجاري في هاي الفترة فيه نوع من أنواع السلبية والضغط لأنه طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك ما بينفعك سوى إنك تصبر وتكون مرن وممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات خلال هذا النهار ودير بالك على وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور متقلبة على المستوى النفسي فعشان هيك بتشعر في لحظات إنك مبسوط في لحظات مضغوط ولكن الأغلب عشان اليوم معظمه تقريبا زوايا إيجابية فممكن اليوم تحس بفارق أنه أنت مشحون بطاقة عالية جدا بتقدر تتجاوز أي سلبية ممكن تتعرض لها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور تقريبا جيدة على مستوى الأمور المالية فاليوم ممكن أنك تحصل بعض الأمور أو الأموال اللي بتعود لك وفي منك رح يلتهي في بعض المشتريات الغير ضرورية ديروا بالكم من المصاريف الزيادة ما في داعي لهذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الثالث بدك تدير بالك أثناء القيادة والتحركات من الطيش يعني من الحوادث أو الأعطال أو الاهتمام في أمور العلاقة بالسيارات أو الاتصالات أثناء النقاشات ممكن أي حد يستفزك فعشان هيك ممكن أنك تعصب خلال هذا النهار وبرضو اللي عندهم امتحانات مدرسية ما يتهوروا في الإجابة عشان ما يفقدوا علامات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت يعني فيه أمور ممتازة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التناهم ما بينك وبين أفراد العائل اليوم وخصوصا لساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر ممكن يحدث أمر يستفزك أو يحاول أحد أفراد العائلة أنهم يدخلوا في شغل حياتك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي وبيدعمك بقوة فعشان هيك اليوم ممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين الحبيب أو حل خلاف مثلا كان قديم شيء مش بالقوة الهائلة إنه ممكن يتجاوب معك الحبيب ولكن ممكن يتبادر في هاي المسألة أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن جيد على المستوى الأموال المشتركة فهذا بيدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال أو في البنوك أو في الضريبة أو في التأمين أو تحصيل بعض الأموال اللي بتعود لك يعني الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف على مستوى بيت السفر الأمور جيدة هذا البيت التاسع قوي جدا عندك اليوم رغم كل الضغوطات فعشان هيك بأهلك في بعض الأمور الممتازة مثل امتحانات أو إذا عندك أنت أي معاملة إلها علاقة بالسفر أو عندك نقاش معين أو بدك تسوق لسلعة معينة أو مثلا بدك تستقبل ضيف اليوم جاي من بره أو تتصل مع أشخاص خارج البلاد كلها تقريبا ممتازة أما بالنسبة للبيت العاشر حاول أنك تحافظ على سمعتك هذا بيت السمعة في نوع من أنواع الضغط السلبي فعشان هيك لا تتهور ولا تتسرع خلال هذا النهار لأنه ممكن يصير في خلاف ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء يعني ممكن بعض الأصدقاء يفشلوك في مسألة معينة تلجأ لصديق معين في مسألة معينة بدك تناقشه أو بدك تشوفه فيتعذر أو يعتذر منك أو أنك تطلب منه شيء فيأجلك للفترة القادمة أما بالنسبة لبيت المتاعف فأنا شايف الأمور جيدة يعني بتدعمك في كثير من المواقف الصعبة فممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح ينشغل بأمور إلها علاقة يا إما بمراقبة وضعه الصحي يا إما في برنامج إلو علاقة بالتغذية بالرياضة بأشياء من هذا القبيل مرج السرطان طبعا اليوم عندك رغبة قوية في التقرب من أحبائك والتفاهم معهم لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح رح تدخلوا في فترة صعبة شوي بدك تنتبهوا كثير لصحتكم بدك تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم أحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطريت لعمل لساعات إضافية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا على المستوى النفسي دعميتك خلال النهار كله يعني ما رح يأثر عليك الانتقال تاعة القمر على المستوى النفسي بالعكس أنت رح تكون مشحون بطاقة عالية جدا ممكن تتجاوز أي مسألة يعني أي شخص بده يسيئ لك هذا اليوم ممكن أنت تتناسل الموضوع كأنك ما سمعتش منه أي شيء وممكن تشحن حالك بطاقة إيجابية وعادي كأنه ما صار ولا أي شيء أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور الأموال فممكن اليوم تحصل بعض الأموال وفيه فرصة قوية تقريبا يعني منقدر نحكي إحنا لـ 70% من وليد السرطان اليوم ممكن يحصلوا على بعض الأموال يا بتجيهم من عمل إضافي يا عشك الهدية يا منحة يا دعم يعني فيه طريقة معينة إنها توصل لهم إيشي إلو علاقة بالمال أهم إيشي أنك تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى الأمور الاتصالات والمواصلات والتنقلات والامتحانات يعني بتدعمك بشكل قوي حتى في النقاشات عندك مرونة إنك أنت اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور هادي اليوم يعني بتقدر تفرض رأيك ممكن تنجز الأعمال الضرورية في نوع من أنواع تفاهم أو التأقلم مع أحد أفراد العائلة ممكن تتعاون في مسألة إلها علاقة إما بترتيبات تغييرات تجهيزات بيتية مشتريات بيتية يعني هاي كل الأمور جيدة ما تسمح لحدا إنه يستفزك أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي بينما أنه القمر بدي ينتقل منه فعشان هيك بتلاقي الأمور من ساعات الصباح الأمور العاطفية بتقل بتلاقي حتى أنت عاطفتك تغيرت خلال ساعات النهار يعني شوي ممكن حتى في منكو يتهرب من الحبيب بمسألة إنه مشغول أو عنده أعمال أو عنده أشياء من زي هاي النوعية ولكن بالمقابل إنه ما يعمل جفة كبير بينه وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع يعني البيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني شايفه قوي جداً بيدعمك خلال هذا النهار عن مستوى بيت الشراكة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن يصير في حدية أو خلاف على مسألة معينة أو حتى نقاش شوي يعني يستثيرك هيك أو يخليك تعصب وخصوصاً هاي مقصود فيها الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى الأموال المشتركة الفرص بتظلها متاحة لغاية ساعات الظهر بتحصيل بعض الأموال وبرضو أمور بنكية أو معاملات أو أشياء من هذا القبيل ولكن بعد ساعات الظهر ممكن تكثر عليك المصاريف أو المتطلبات أو الالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع هم بدك تدير بالك من تنقلاتك لطويلة أو البعيدة أو الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو حتى أي شيء إلو علاقة بالمؤسسات التعليمية ضاغط حتى أنه ممكن يصلك خبر من بعيد شوي يكون عكس ما أنت بتتوقع أو تتوتر على شخص خارج البلاد في منكو اليوم ممكن يعني شوي ينشغل في ملف إلو علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات الحكومية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف على مستوى بيت السمعة برضو الأمور جيد اليوم تدعمك بشكل قوي ممكن اليوم تدافع عن سمعتك وبرضو ممكن تفرض رأيك برضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 شوي يعني فيه نوع من الامتعاد من صديق أو من معرفة يا أما أنه بيحاول يشحنك بطاقة سلبية بس أنه بديفض فضلك يا أما بيخذلك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعف وهو جيد بيدعمك بقوة فاليوم ممكن تحصل بعض الأمور أو ممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة صديق أو زميل وبعضك رح ينجز بس الأعمال الضرورية يعني ما رح يكون عنده النشاط أنه يعمل أعمال غيره وفي منك رح يهتم بشؤون صحية برج الأسد بتتركز جهودكم حول إدخال تعديل على علاقتكم أو علاقاتكم العائلية أما في ساعات الصباح يعني بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم ما بيتخلى الحظ عنك لا ماليا ولا نفسيا وبتنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات برضو يعني حاول أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء عشان ما يصير نوع من الفجوات حاول أنك اليوم تصحح الأخطاء اللي كانت في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة ومدعوم بقوة عالية جدا اليوم نفسيا بالعكس عندك نشاط ونفسيتك مرتاحة وعندك برضو قدرة على التغيير حتى على التغيير على المظهر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنت مدعوم على المستوى المالي وخصوصا في ساعات الظهر ممكن تلوح لك فرصة لتحصيل مالي أو نوع من أنواع الدعم أو بعض المكاسب اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات وحتى على مستوى النقاشات عندك قدرة عالية جدا على الإقناع وبرضو يعني مريح للأشخاص اللي مقابلك باستقبال المعلوم منك في منكوا رحي اللي عنده امتحان أو دراسة جيدة وبتدعمه بقوة وخصوصا إذا كانت بعد ساعات انتهاء كله المسار أما بالنسبة للأشخاص اللي بكون امتحانهم ما قبل لهيك بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات يعني ليه اهتمامات كلها من القمر بتأثر على هدول البيتين أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة وفي منكوا رح ينشغل في بعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فشايف على مستوى الشراكة شوي الأمورها فيها نوع من أنواع الحدية حاول أنك أنت ما تنرفز وما تعصب ما تحاول أنك أنت تفرض رأيك أو سلطتك وبرضو بدك يعني تأخذ في عين الاعتبار احتياجات الشريك وخصوصا الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأمور جيدة على المستوى الأموال المشتركة مش كثير ولكن برضو بترفع من نسبة المصاريف عندك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض القضايا لأشخاص خارج البلاد في منكوا رح ينشغل يا إما بامتحان أو بأوراق العلاقة بالسفر أو أوراق قانونية كلها بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك على مستوى بيت السمعة ممكن يتعزز سمعتك خلال هذا النهار وتدافع عن نفسك وبرضو ممكن تنجز بعض الأعمال اللي كان صعب أنك تنجزها في الأيام الماضية بالتعاون مع زميل أو مع رئيس بالعمل أما بالنسبة إلى بيتك 11 بيت الأصدقاء يعني فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الأصدقاء أو التقارب في وجهات النظر وهذا الإشي شوي بيعمل نوع من أنواع تفقد بعض الأصدقاء لإلك أو أنت بتتفقدهم وممكن تتشاور مع صديق أو معرفة على مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور ممتازة وجيدة تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار وممكن بعضكم يهتم بشؤون العلاقة يا بالتغذية يا إما ببرنامج صحي أدوية يا إما بالمحافظة على صحته بالراحة والإطمئنان والشغلات العلاقة بالتعبد والدين والأشياء من هذا القبيل برج العذراء طبعا اليوم لغاية ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن بعد ساعات الصباح شوي بتنضغطه بتفضله التركيز على حول مصالحكم البيتية والعائلية ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء شوي عدائية ومتوترة بدك تراعي ووضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم نفسيتك على مرحلتين لغاية الصباح بتكون أمورك ممتازة مدعوم بثقة ونشاط عالي جدا ولكن بعد ساعات الظهيرة أو عند ساعات الظهيرة بتلاقي حالك شوي زي اللي بنحكيها احنا بلغتنا العمية بتفرفط روحك أو ما عندك قدرة احتمال عالية مزاجك متقلب بكون خلال هذا النهار بدك تسيطر على التقلب هذا وتشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني يعني بعض الأمور المالية اللي ممكن تظهر على الساحة لها علاقة بالمصاريف أو الدفعات وخصوصا في ساعات النهار أو الالتزامات لزيادة حاول أنك أنت يعني تستفيد من الأموال الموجودة معك بدون ما تبذر وتصرف يعني في مكان غير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني بتكون مشحون بطاقة عاطفية لغاية ساعات الصباح يعني عندك رغبة بتقرب من الحبيب اللي طمئنا عليه تفقده عاطفتك بتكون شوي زيادة ولكن بعد ساعات الظهر بتلاقي الأمور انضغط شوي ممكن أي سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب يعمل مشكلة أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال اليوم أو ممكن تنضغط من أعمالي زيادة متراكمة حاول أنك تنجز المهم وحاول أنك تهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة لبيتك السابع فهو روتيني تماما على مستوى بيت الشراكة فبتتعامل أنت والشريك إن كان شريك مال أو زوج أو زوجة بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثامن يعني اليوم نقول لك دير بالك تكفى الحد ودير بالك تدخل بأي شيء له علاقة بالأمور المالية زي توقيع على عقود أو شكات أو كومبيلات بدون ما تدرسها بشكل واضح وتعرف أنه أنت بالتواريخ اللي بدك تحطها بتقدر تسددها أما بالنسبة للبيت التاسع فهي ما زالت الأمور جيدة على المستوى البيت التاسع بتدعمك في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو بأشخاص خارج البلاد أو أوراق قانونية أو أوراق سفر معاملات هجرة كلها هاي جيدة بتدعمك بثقة وبقوة ولكن بدك تدير بالك من بيت السمعة بيتك العاشر لا تخالف القوانين لا تدخل بأعمال مشبوهة لا تحاول أنك تجار بأشياء يعني أنت ما تقدر تلتزم فيها حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة بدون ما تعمل مشاكل مع زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني الأمور جيدة على مستوى بيت الأصدقاء ولكن أنت يعني مش مناسب الوقت لطلب أي خدمة من صديق أو معرفة بهاي الفترة لأنه سهل جدا أنه يفشلك أو يأجلك للفترة القادمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما ما في أي شيء بخوف ولكن نقول لك برضو بما أنه فراغ كامل فالأغلب منكم نقول لهم حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تمسك حالك من التوتر حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد برج الميزان طبعا القمر موجود في البيت الثاني بده ينتقل للبيت الثالث فعشان هيك بالظل تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر القصير أو الاتصالات تعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتعززوا العلاقة مع الإخوة يعني بصير فيه نوع من أنواع التعاون بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت الأنظر الأجواء اللطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور يعني تقريبا جيدة على المستوى النفسي اليوم أنت مشحون بطاقة عالية جدا وبرضو عندك قدرة على الاهتمام حتى بنفسيتك وبشخصيتك وهذا لا تترك الوساوس أنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور جيدة في نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنجز بعض الأعمال البيتية اليوم بشكل جيد جدا وممكن يصير فيه نوع من أنواع النقاشات أو يعني إبداء وجهة النظر في مسألة عائلية خاصة شوي ممكن اليوم أنت تبادر فيها وفي منك رح يسمع خبر جيد له علاقة في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية شوي فيها نوع من أنواع الضغط عشان هيك بنقول لك حاول أنك تمسك عصابك وما تتوتر لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتصير الأمور جيدة ممكن شوي يصير فيه لقاء عاطفي أو مصالحة أو حتى نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهي جيد على مستوى العمل تقدر تنجز بعض الأعمال المهمة وضرورية خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بشاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع برضو بيدعمك على مستوى الشراكف عشان هيك في ساعات الظهر ممكن يصير فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الشريك أو ممكن يعني مصالحة معينة أو يعني خلاف كان في الفترة الماضية تحاولوا أنكوا تتجاوزوا خلال هذا اليوم حاولوا بس ما تكبروا الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة يعني ممكن اليوم تلجأ للمخزون المالي يعني أشياء كنت مخبيها متدخرها حصالة شغلة زي هيك ممكن اليوم تفتحها أو ممكن تطلب من الشريك اللي هو الزوج أو الزوجة يعني مساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يدعمك هذا في بعض الأشياء الإيجابية زي امتحانات أوراق قانونية معاملات سفر معاملة هجرة اتصالات مع أشخاص خارج البلاد استقبال ضيف جايب من مسافة بعيدة كلها هي إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر يعني شوي بيت السمعة مش ضاغط إيجابي ولكن برضو بيفتح نوع من أنواع المشاكل أو الخلافات ما بينك وبين زميل أو رئيس بالعمل أو بتتدمر من مسؤوليات زيادة بالعمل حاول إنك ما تتدمر لأنه عندك قدرة على إنجاز هاي الأعمال وممكن هاي الأعمال تكون زي امتحان لإلك عشان تأهلك وتكسبك أشياء للمرحلة القادمة أما بالنسبة إلى بيتك 11 يعني بعض الأصدقاء ممكن يخذلوك في مسألة معينة أو ممكن إنهم يعني شوي يلسنوا عليك نميمة يستغيبوك في مسألة معينة واحد يحاول يفشي سرك حاول إنك ما تفقد السيطرة بس والأمور بتمشي لحالها وربنا بنصفك أما بالنسبة إلى بيت المتاعب فالأمور جيدة بتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم بشؤون صحية زي حركة رياضة مراقبة غذائك أدويتك أشياء من هذا القبيل برج العقرب طبعا ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وبعمكم النشاط بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حتى ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير انشغال فكركم كله بضبط الميزانية أو أمور مالية بتكتم تنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بدك تهتم بتوظيف أموالك وتكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات المالية فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح جيد إذا استغلتها بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الأول والبيت الثاني فذكرناهم إحنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وبرضو الامتحانات التسويق لسلعة معينة اللي بيشتغلوا في مجال التجارة لصغير زي البقالات أو المحلات اليوم برضو بيكون شغلهم ممتاز عندك قدرة على الإقناع حتى في النقاشات سرعة بديهتك عالية أما بالنسبة للبيت الرابع شوي ممكن وضع البيت شوي يكون في بعض التأزيمات أو ممكن ضغط عليك أو مسؤوليات زيادة يعني حاول إنك ما تعصب وما تتذمر تقدر تنجزها عندك ثقة كاملة بنفسك برضو ممكن خلاف معين يعني واترك على مستوى البيت تهتم بمشتريات أو استلزمات أو بعض التصليحات والترميمات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو مستوى العاطفي على طبيعة علاقتك أنت والحبيب بتكون اليوم لا رح يكون زيادة ولا نقصان إذا أنت كنت من النوعية المنسجمين فاليوم ممتاز جدا إذا كان الشريك طبعا أو الحبيب يعني شوي عصبي أو برجه بضغطه على المستوى العاطفي اعرف إنه في مشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى الأمور اللي إعلها علاقة بالأعمال بتقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة بيدعمك بينك وبين الشريك خصوصا الزوج والزوجة فيه نقطة تلاقي أو مصالحة أو تقارب عاطفي ما بينكو عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى الأموال المشتركة زي البيت الثاني يبي يدعمك على مستوى الأموال أو المشتريات أو بعض المدخرات المالية اليوم تضطر إنك أنت تطلعها حاول إنك ما تصرف في غير المكان المناسب أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تسمع خبر جيد من خارج البلاد برضو هاي الأمور ممتازة اللي بينشغل في ملفات أو معاملات الحلاقة بالسفر أو معاملات قانونية اليوم بيقدر إنجزها بشكل جيد اللي عندهم امتحانات جامعية برضو الفرصة ممتازة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ممتاز أنت محاط بطاقة عالية جدا وهذا بدعمك بقوة فعشان هيك اليوم تقدر تعزز كثير من الأشياء بالتعاون برضو مع زميل أو رئيسك بالعمل بتنجز كثير من المعاملات المهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني شوي ضاغطة عليك في بعض العلاقات اللي ممكن إنه بس بيستخدموك كشخص تستقبل سلبياتهم يعني بمعنى آخر هذا عندها مشكلة هذا عنده كارثة يجي يشكي لك يتشك ولك بس يسمعك الأشياء اللي محبطة يعني أنت اليوم ممكن تتدمر من هاي الأمور أو ممكن حتى ما تتلقى الاتصالات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتكون عشان هيك من قلك برضو راقب وضعك الصحي وما تترك الوسواس يسيطر عليك خلال هذا النهار لأنه شوي يعني بنيتك شوي مرهقة في الفترة هاي حاول إنك ما تتعب حالك زيادة راقب غدائك وأدويتك وخذ قسط كافي من الراحة برج القوس يعني الضغط والتعب والتقلب في المزاج وتراجع الصحة كل الأمور هاي اللي ضغطتك في الأيام الماضية يعني بتظلها مستمرة معك لغاية ساعات الصباح مع ساعات الصباح أو اقتراب ساعات الصباح بتمتلكوا نشاطوا حيوية بادروا لخطوة جديدة بالداعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم الموس بعد مراوح وركود إلى فترة عليك التحلي بالحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات يعني وبتستعيد سيطرتك وتحقيق نجاح باهر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأمور على المستوى المالي برضو اليوم بتلوح بعض الفرص المالية اللي ممكن انها تنشلك أو تساعدك للفترة القادمة فيه إيجابيات قوية جدا اليوم يعني بتعزز بعض النقاط القوية اللي ممكن انها تساعدك للفترة القادمة وحاول انك تستغلها بشكل عقلاني ومنطقي حاول انك تقلل بس من مصاريفك الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأمور هي جيدة ولكن فيه نوع من أنواع التسرع أو التشتت الذهني عندك أو الانفعال المبالغ فيه بسبب الضغوط حاول انك اليوم تريح حالك تشحن حالك بطاقة إيجابية بتلاقي الأمور مشت بشكل جيد بس اللي عندهم امتحانات على مستوى المدارس يعني بدهم يركزوا بشكل جيد وما يتسرعوا بالإجابات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور جيدة مشحون بطاقة عالية جدا رغم أنه فيه بعض الخلافات المنزلية ولكن تقدر تتجاوزها ممكن تهتم بشكل روتيني في الأعمال والاهتمامات والالتزامات العائلية ولكن زي ما حكينا ما تترك العصبيين هتسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن في ساعات الظهر تلوح فرصة عاطفية جيدة بتدعمك بشكل قوي أو تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس بتقدر تنجز اليوم بعض الأعمال المهمة بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل وفيه منك رح يهتم بشاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة يعني نقول أنها متقلبة شوي الأمور يعني ممكن بعض الخلافات أو الحدية في الطباع يعني بتنتج يا منك يا من الشريك يا إما تدخل الشريك في شؤونك اللي هو كزوج وزوجة يعني شوي تخليك تعصب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحصل بعض الأموال أو ممكن تلجأ لمؤسسات أو دوائر حكومية أو بنوك أو أشياء لها علاقة بالمؤسسات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بتدعمك بقوة وفي منكو اللي عنده امتحان جامعي برضو اليوم بيقدم بشكل ممتاز جدا أي معاملة إلها علاقة بالسفر أو معاملات الهجرة أشياء من هذا القبيل كلها إيجابية أما بالنسبة لبيت السمعة فهو ممتاز جدا بيدعمك برضو وبيعزز من قدرتك على إقناع أو الدفاع عن نفسك عن المواضيع اللي إلها علاقة بالسمعة أو حد يشكيك بسمعتك وبرضو في نفس اللحظة عندك قدرة عالية جدا اليوم عن إنجاز بعض المهام الصعبة أما بالنسبة لبيتك الـ 11 يعني ما زال بيت الأصدقاء فيه نوع من أنواع الضغط يا بتتوتر من صديق يا فضول صديق يا إما صديق بيحاول أنه يفرض رأيه عليك يا بتنزعج من تصرفات صديق يعني شوي هاي الأمور ممكن يتوترك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناه في بداية الحلقة ما فيه أي شيء بخوف إن شاء الله أنك أنت يعني ما بتشعر بأي تعب أو أي شيء العلاقة بالصحة برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وممكن يكون في لقاء أو اتصال مع بعض الأصدقاء بتظلها مستمرة هاي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم ما بدكوا تبالغوا في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك شوي ممكن تصل لمرحلة الركود حتى ممكن تلغي بعض التحركات لإلك أو بعض المشاريع ممكن تعاني من تراجع معنويات أو تراجع صحي أهمش إنك ما تحسم عمر بالفترة هاي الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتبادر فيها بالفترة هاي بدون ما تدرسها بشكل جيد القمر يعني بين بيتك 11 وبيت متاعبك بيتك 12 فعشان هيك بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الأول صحيح نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بتلاقي صار تقلب عندك في المزاج وحدية في الطباع وممكن وساوس وأفكار كثير ومخك يودي ويجيب في كل الأشياء لا تترك هاي الأشياء تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية يعني فيه نوع من أنواع الضغط ما زالت المصاريف والالتزامات الفوتير هاي كلها بتأرقك بالفترة هاي ما في البوادر اللي أنت بتنتظرها بشكل قوي يعني الأيام الجاي بس ينتقل القمر لعندك بتتحسن الأمور بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى الاتصالات والمواصلات والإقناع والنقاشات وهاي الأمور كلها جيدة ما عندك أي مشكلة ولكن إذا عندك امتحان دير بالك تتسرع بالإيجابة لأنه بيغلب عليك اليوم التسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت مستقر بتقدر تحافظ على أي شيء العلاقة بمقتنياتك إنجازاتك أعمالك المنزلية كلها بشكل ممتاز بتمشي أما بالنسبة للبيت الخامس فشايف على المستوى العاطفي شوي الأمور متقلبة فعشان هيك منقول لك حاول أنك أنت يعني تلتزم الهدوء في بعض المواقف اللي ممكن تستفزك أثناء تعاملك مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل وفي منك راح يهتم بمسألة صحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي جيد جدا وبيدعمك بقوة في نوع من أنواع التفاهم أو التناغم ما بينك وبين الشريك ممكن اليوم تكون فيه مصالحة أو تلاقي على اتصال أو موضوع معين يعني يكون اليوم تحلوه بنوع من أنواع التراضي أما بالنسبة للبيت الثامن مستوى الأموال المشتركة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة فاللي يعني بفكر في أمور الهلاقة بقرض أو أمور زي هيك بنقوله أجل الموضوع لغاية ما القمر يوصل عندك بدعمك بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمواضيع الهلاقة بالسفر أو حتى أوراق قانونية كلها هي بتدعمك بقوة أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت السمعة يعني جيد لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بدك تدير بالك ما تغامر وما تتهور ما تخالف القوانين ما تدخل بأي شيء مشبوه وما تقصر بأعمالك اللي موجودة بين إيديك حاول تنجزها حتى لو عملت ساعات إضافية أما بالنسبة لبيتك 11 و 12 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج الدلو بينصب اهتمامكم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل وتدعيم مراكزكم الاجتماعية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح يا بتلتقوا الأصدقاء يا اتصالات إلها علاقة بالأصدقاء يعني بيت الأصدقاء هو اللي بينشط هذا اليوم منكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح للوقوف أو لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيتمئن بالك يعني تقريبا ترقل ما بين بيتين جيدات يعني زي بيتك العاشر وبيتك 11 هدولا بيدعموك بشكل قوي خلال هذا النهار حاول تستغل الفترة هاية بالما يوصل القمر لبيت متاعبك للجدي لأنه راح تكون فترات ضاغطة إنجز المهم في الأيام هاي يبل ما تصل للفترة هديك بالنسبة لبيت النفسية اليوم أحسن يعني مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا وعندك قدرة حتى اليوم على التغيير أو امتصاص الغضب أو التغيير بنفسيتك بسرعة عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية يعني هو روتيني ولكن ممكن تلوح فرصة مالية أو تفكير مالي تقريبا في منتصف النهار بين الظهر أو العصر يعني بتكون الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت الثالث يعني شايف الأمور على مستوى الاتصالات والنقاشات الامتحانات المدرسية التسويق لسلعة معينة برضو جيدة وبتدعمك بقوة ممكن اليوم تتحرك بأكثر من اتجاه أما بالنسبة للبيت الرابع فهو قوي جدا يدعمك على مستوى البيت ممكن تصير مصالحة أو خلاف كان في الأيام الماضية اليوم مع ساعات الصباح يعني يكون مزاجك أحسن لا تقريب وجهة النظر أما بالنسبة للبيت الخامس يعني البيت العاطفي شوية مش بالقوة الهائلة ولكن موجود نوع من أنواع التواصل ما بين الحبيب ممكن يكون روتيني يعني على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت السادس يعني شوي الأمور على مستوى العمل اليوم تنجزوا كثير من الأعمال المهمة وممكن بعضكم يهتم في مسائل صحية أو بعض الأعمال اللي كان صعب أنه ينجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك السابع روتيني تماما على مستوى الشراكة المالية والعاطفية يعني بين الأزواج فعشان هيك على حسب طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة يعني اللي بيفكر في أمور إلها علاقة بقرض أو مساعدة أو سلفي بقول له الفترة هاي يعني مخيبة بالآمال في هذا النطاق حاول أنك تلتزم بجدولة أوراقك وتشوف أنت عندك قدرة على أنك أنت تأخذ قرض وتسده بالوقت المناسب أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل القانونية أو حتى معاملات مع المؤسسات التعليمية اللي عندهم امتحان جامع اليوم بينجزوا بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك العاشر وبيتك احداش فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب يعني الأمور جيدة بالضل لغاية ساعات العصر أو للظهر بالفترة هاي لغاية المساء دير بالك الوضع بصير ضاغط عليك فمنقول لك انجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وحاول أنك تنتبه لوضعك الصحي وتأخذ قسط كافي من الراحة برج الحوت طبعا بتظل الأمور ممتازة جدا لغاية ساعات الصباح على أمور إلها علاقة باتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو مواضيع الاتصالات ككل أو التنقلات أو الأمور اللي إلها علاقة بالإمكحانات أو المسائل القانونية بتظلها دعميتك بشكل قوي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتدخل في فترة يعني إلها علاقة ببيت السمعة عشان هيك بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية حافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك أما بالنسبة للبيت الأول فأنت مشحون بطاقة إيجابية خلال هذا النهار وبتظلها مستمرة معك فممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال أو المهام أو حتى تهتم بنفسك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني فيه فرص ممكن تلوح في فترة الظهر أو بين الظهر والعصر يعني تحقيق لك بعض المكاسب المالية إلها علاقة بالعمل الإضافي أو إلها علاقة بمستردات مالية كحقوق إلى كراتب أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث برضو جيد من ساعات الظهر على مستوى الاتصالات والتنقلات والحركة عندك نشاط عالي وعندك رغبة باتصالات كثيرة خلال هذا النهار أو تواصل مع أشخاص حواليك في منكو اللي عنده امتحان مثلا مدرسي بده يركز ما يتهور أثناء تقديم الامتحان أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغط ما زالت الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط هيكة بتسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن خلاف بوجهات النظر أو نقاش معين ممكن تحتد من وراء أو من كتل الأعباء والالتزامات شوي تتهرب منها حاول أنك تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأمور جيدة في نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار وممكن يصير فيه مصالحة أو تقارب في وجهات النظر أما بالنسبة للبيت السادس يعني فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل يا إما بتراكم العمل عندك يا إما بتلتزم ببعض الأعمال بتكون صعب أنك تنجزها خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بمسائل يعني شوي بتوتره مثل الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع ومستوى بيت الشراكة فيه نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار في مسألة معينة ممكن انك تحلوا مسألة معينة او تدرسوا عقد جديد وبرضو على مستوى الازواج الامور تقريبا جيدة على حسب طالعكم او على حسب طالع الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاموال المشتركة فهي بتدعم نوعية العلاقة المالية او بعض المسائل المالية اللي ممكن تعملك نوع من انواع التقارب المالي ما بينك وبين الافراد اللي حواليك في منك ورح يهتم بامور بنكية او بعض المعاملات اللي الها علاقة بالمؤسسات الحكومية البنكية ممكن تحصل بعض الدعم وممكن اشياء تكون لصالحك اما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت الاصدقاء يعني شوي الامور تقريبا بتكون جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح ممكن تنضغط من مسألة بتتعلق في صديق يا اما انه بتهرب منك يا اما باجلك للفترة القادمة يا اما انه بيحاول انه يفرض سيطرته عليك وهذا الاشي رح يزعجك امسك عصابك وما تنفعل اما بالنسبة لبيت المتاعف فالامور جيدة اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال والمهام وممكن اليوم حتى تستعين بصديق او بشخص لانجاز بعض الاعمال المهمة في منكو رح يهتم بشأن صحي او في امور لها علاقة بتغذية اشياء من هذا القبيل وبرضو ديروا بالكم من الاحلام مش كل الاحلام بالفترة هاي بتتحقق ممكن يكون منها بعض اضغاث احلام او نوع من انواع الكوابيس هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة